اشتركوا في القناة الاسلامي فقال بعضهم اسألة بسيطة قنبلة ذرية تبيدهم تماما فخرج الشيخ النجدي الذي يوجد في كل زمان ومكان فقال لا درس اليابان ضربت عليهم هذه القنبلة انظروا ماذا صنعت هذه القنبلة فيهم خرجت عقول وعلماء وعباقرة وأساتذة ودكاترة ليس هذا هو الحل فقال بعضهم الحروب نجيش الجيوش ونرسل الجنود لإبادة أمة محمد فقال الشيخ النجدي لا ينبغي أبدا أن يكون هذا هو الحل الحروب الصليبية جاءت إلى بلاد الإسلام ولكنها ما استطاعت أبدا أن تبعد أهل الإسلام عن الإسلام بل أنشأت فيهم قادة بل أنشأت فيه جيل تربى على الدين وأكثر هؤلاء الإقبال على الله بعد دخول هذه الحملات بهذه الجيوش عن ما كان قبل ذلك خرج القائد مولود وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين وغيرهم وحروب التتار لما أقبلوا على بلاد الإسلام ما ابتعد المسلمون أبدا عن دينهم كما تقولون أو كما تريدون ولكن زاد المسلمون قوة وإقبالا على دينهم وخرج من عندهم قادة كبار قطز قطز وغيرهم من القادة ولكن الدين بيبرس وغيرهم من القادة بل وأقبل الناس على دينهم ليست أبدا هذه الحروب هي التي ستبعد المسلمين عن دينهم أو توقف هذا المرد الإسلامي من القيام ولن نستطيع أبدا عن طريق هذه الحروب إبعاد المسلم عن دينه فقال قائل منهم فقال قائل منهم هناك حل واحد وأنا أسمع بأذني هذه أن القائل بهذا هو ذلك مشيخ النجدي الذي قال إذا أردتم بالفعل أن توقفوا هذا المرد فأسقطوه في الشهوات فأسقطوه في الشهوات وكما قال قائلهم وهو جمس رسط يقول إن خطر الطاقة الجنسية أكبر بكثير من خطر الطاقة الذرية فبارك الشيخ النجدي هذا الكلام بالفعل أن نغرق شباب أمة محمد في شهواتهم أن نغرقهم في هذا الصراع المرير مع هذه الشهوات أخطر بكثير من الطاقة الذرية الطاقة الجنسية التي سنسقط فيها شباب أمة محمد أقوى بكثير من مفعول القنابل الذرية ثم قام قائل آخر وقال في نفس الاجتماع وفي نفس المؤامرة قال قائل آخر كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع ومن قائل آخر منهم يقول إنه لن يحول بيننا وبين هدم هذا المجتمع الإسلامي في الشرق إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل إلى الفساد الذي يعم رجال في المشرق وقام جاكي بول في كتابه الإسلام والغرب في نفس المؤتمر وفي نفس الاجتماع ويقول إن التأثير الغربي الذي سيظهر في كل مجالات الحياة الإسلامية وسيقلب المجتمع الإسلامي رأسا على عقب سيبدأ بقضية هامة إنها تحرير المرأة عندها قام الصهيينة الذين يدنسون المسجد الأقصى الآن عندها قام الصهيينة وقالوا إن أول فتنة فتنا نحن بها كانت في النساء فينبغي علينا أن نستغل نساء الأمة الآن حتى قال قائلهم إننا ينبغي أن نكون على يقين وأن نعمل على إبادة هذه الشجرة الإسلامية والذي يتسبب في إبادة هذه الشجرة هو أحد أغصانها وبدأ أهل الباطل في هذا المجتمع يسأله يترى من الذي عنده القدرة الكافية لتدمير هذا المجتمع لإيقاف هذا المد الإسلامي في الغرب قبل الشرق ففكروا ودبروا واسمعوا إلى كلام نبينا بل ونظروا إلى السنن الكونية التي وضعت في هذا الكون فوجدوا بالفعل أن إغراق الشباب والبنات في الشهوات هو السبيل الأول لتدمير هذه الأمة من أجل ذلك حملوا على عاتقهم تغريب شبابنا وتغريب بناتنا ونشر قضايا كثيرة من أولها إلى أخيرها تنادي أحبابي إلى تحرير المرأة وإلى إخراج المرأة من هذا الدين وإلى إغراق الشباب في الشهوات فقال قائلهم فقال قائلهم ينبغي علينا أن نكسب المرأة من أول هذا الاجتماع نكسب المرأة المسلمة لأنني على يقين أن اليوم الذي ستمد فيه المرأة المسلمة يدها إلينا فزن بالحرام وفزن بالقضية وقال بعضهم وهو يسمى روبرجر في كتابه العالم العرب الآن قال في هذا المجتمع وفي هذا المؤتمر الذي خطط لإيقاح شبابنا في الشهوات قال إن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون من أبعد أفراد هذا المجتمع عن تعاليم الدين وهي أقدر أفراد المجتمع على جر المجتمع كله على جر المجتمع كله بعيدا عن الإسلام إذن اتفق هؤلاء الآن فيما بينهم أن إيقاع أمة محمد في الشهوات هو السبيل الأول للسيطرة على هذه الأمة والسبيل الذي سيوصلهم إلى إيقاع هذا الجيل في الشهوات رفع الحجاب والمنادات بتحرير المرأة حتى قال جلاد ستوب رئيس وزراء إنجلترا الأسبق لن يستقيم حال الشرق ما لم ترفع المرأة الحجاب وتغطي به القرآن هنا نقول يمكننا الآن السيطرة على هذه الأمة أن ترفع البنات الحجاب أن يرفع الحجاب ويغطى بهذا الحجاب القرآن يبتعد شبابنا عن الدين وهذه المرحلة التي قال هؤلاء بها هي مرحلة محو كل ما يتعلق بالدين من أذهان وعقول وقلوب شبابنا وبناتنا ثم بعد ذلك المنداء لقضايا كثيرة وطويلة من خلالها نستطيع أن ندمر هذا الجيل وأغلقوا أوراقهم وأغلقوا ملفاتهم على أن الحرب التي ستشن الآن على شبابنا إنها حرب الشهوات إنها صراع الشهوات ولن يكون أبدا هذا الصراع إلا عن طريقك أنت أيتها الأخت المسلمة الفاضلة التي تمثلين عندنا نصف المجتمع عددا وتمثلين أيضا المجتمع كله لأنك إذا كنت تمثلين نصفا فإنك تربينا وتخرجين لنا النصف الآخر فأصبحت الحرب الآن عليك والمنداء بالتحرير من أي شيء يكون التحرير طفت شرقت وغربت بين الكتب التي تكلمت على تحرير المرأة في القديم والحديث ولم أستطع إلى الآن أن أحدد مفهوما واحدا لمن يسميه هؤلاء في هذه المؤامرة تحرير المرأة إلا معنى واحد تحريرك أيتها الأخت الفاضلة من دينك من حيائك من عفتك من طهارتك لتكون الغصم الذي به تجدث شجرة الإسلام من من كن يرضى أن تكون هي الفرع الذي من خلاله تجدث شجرة الإسلام نجد ذلك نادى هؤلاء تحرير المرأة إخراج المرأة حجاب المرأة حياء المرأة اختلاط المرأة العلاقات بين الشباب والبنات لا بأس أبدا أن تختلط لا بأس أبدا أن تخرج من بيتها للعمل لا بأس أبدا أن يكون هناك علاقات تربطها بين الشباب وبين الرجال كل هذا تحت مصمى الصداقة وبعد ذلك وبعد ذلك تتطور هذه العلاقات تتطور هذه العلاقات وبعد ذلك يحارف في قلبك وعقلك ووجدانك كل ما يسمى بالدين كل ما يسمى بالإسلام وكل من يتكلم معك عن حجاب